وزيرة الهجرة المصرية سوها جندي الحقيقة بتحاول إنها ترض ليبيا اللي بتعمله معنا لإن ليبيا الحقيقة للفترة الأخيرة يعني أي ما معنا بدور مش ولابد ليبيا بتقول للعالم كله للاتحاد الأوروبي لكل الدنيا إن هي البوابة وهي الحارس بتاع البوابة الجنوبية لأوروبا وهي السد المنيئة أمام الهجرة غير الشرعية فكان لازم الحقيقة الحكومة المصرية تتحرك فقررت سوها جندي وزيرة الهجرة إن هي تتكلم وتقول وتؤكد أن مصر قطعت شوطا كبيرا في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية وتعزيز الفرص الآمنة بتقول إيه الوزيرة؟ بتقول مجموعة من التصريحات إن شاء الله هتطلع أهيه أيوة وفقا لمصراوي قالت إن إحنا أطعنا شوت كبير جدا في الموضوع ده في موضوع الهجرة غير الشرعية وتعزيز الفرص الهجرة الآمنة فالوزيرة هنا بتقول لك أنا أهمنا على الهجرة غير الشرعية بس هنعمل هجرة نظامية يعني نعمل هجرة كويسة تكون آمنة يعني اجتمعت مع وزير الداخلية القبرصي كونستنتينوس يوانو بمقر أزارة الخارجية القبرصية بحثوا التعاون الإيجابي لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتوفير البدائل الإيجابية الآمنة لحد من تلك الظاهرة عشان يمشوا مع المبادرة الرئاسية بتاعة مراكب النجاة وكان حاضر السفير عمر حمزة سفير مصر بدولة قبرص طبعا عايزة أقول لك أنه في الخلفية تركيا ريأكت أنجري يعني عارف أنت الإيموجي اللي هو فيه وش غضبان كلما مصر بتقرب من أبرص فأي حاجة تركيا بتزعل فبس خلي بالكم السيسي أجل زيارته اللي كان مفوضي قبل أردوغان فيها من شهر بين وكان كل الناس بتقول إنه رايح تركيا وما راحش وتفسيرات كتيرة طلعت يا ترى ليه كلما مصر بتروح ناحية أبرص تركيا بتتحسس سلاحها زي ما بيقولوا بتحس إنه فيه مشكلة كبيرة نرجع بقى للوزيرة بتاعتنا قالت إنها مرحبة ومستعدة لمناقشة كافة المجالات اللي من شأنها تعزيز التعاون الثنائي في مجال الهجرة الآمنة وقالت إن إحنا وزارة الهجرة شغالة في المبادرة الرئاسية لإسمها مراكب النجاة عشان يوعوا الشباب بمخاطر الظاهرة تنفيذا لتكلفات سيارة الرئيس المشير الركن عبد الفتاح السيسي فإحنا عندنا مبادرة رئاسية اسمها مراكب النجاة الحمد لله بيشتغلوا إنه هم يعرفوا الناس يعرفوا الولاد الصغارين في القرى إنه يا جماعة الهجرة غير الشرعية دي كخ وحشة ما حدش يعملها لإنه ممكن تغرأ في المركب لكن في نفس الوقت يا سيادة الوزيرة هل أعدتوا مع الشباب دول وكلمتوهم عن توفير الحكومة لفرص عمل عن رفع مستوى المعيشة عن خفض أسعار السلع عن أي حاجة لها علاقة بأسباب الهجرة غير الشرعية ما هو معلش أنا آسف يعني مراكب النجاة دي أفهمها مش إن أنتوا هتعودوا تقولوا للولاد في سيمينارز وويبنارز إن الهجرة وحشة وإن المراكب المطاطية وحشة وممكن تموت ما هو بيموت في بلده يا سيادة الوزيرة هو أصلا بيموت جوه بلده هو مش لاقي لا مركب ولا نجاة في البلد هو لا لا يأكل ولا لا يشتغل ولا عارف يعيش فبيسافر يجرب حظه في أوروبا أو في أي مكان تاني قلنا إن فيه طريق هجرة تاني دلوقتي ليه أمريكا الجنوبية وبيوصلوا من خلالها ليه لولايات المتحدة الأمريكية فسيادة السفيرة سوها جندي بس يعني لو ما فيهاش إزعاج لسيادة تشوفوا لنا موضوع مراكب النجاة ده إن انتوا تخلوا الناس تقدر تعيش في البلد وسيبك من موضوع الهجرة غير الشرعية والهجرة الأمنة وبعدوا عن أبرس يا جماعة عشان تركيا بتزعل وإنتوا بصراحة مش عايزين تركيا تزعل يعني أعتقد إن انتوا حابين الإعلاقات تبقى كويسا نروح للخبر التاني وهو عن شيماء الصباغ في حكم نهائي الاستئناف يقضي بتعويض أسرة شيماء الصباغ المحامي علي سليمان أمين حزب التحالف الشعبي بقاهرة قال إن محكمة الاستئناف قضت بتعويض قدره 300 ألف جنيه لأسرة الشهيدة شيماء الصباغ والتي استشهدت على يد أحد الضباط في عام 2015 يوم 24 يناير 2015 كلنا فاكرين رحلت شيماء الصباغ بعد استهدافها من ضابط شرطة في ميدان طلعت حرب كانت مشاركة في وفد لتأبين أو تخليط شهداء ثورة يناير فأطلق عليها النار من مسافة 3 أمطار فقط وقتل شيماء الصباغ النهاردة بعد سنين كتير سبع أو ثمان سنين بتحكم محكمة بطعويض 300 ألف جنيه أخشى ما أخشى إنه كمان سنتين يتم تخفيض الطعويض ده زي ما حصل مع أسرة خالد سعيد كده للنصف فبدل ما كان مليوني يبقى 500 ألف هنا بدل ما كان 300 ألف يبقى 150 ألف أو 100 ألف أو أي إن كان يعني لكن فكرة إنه يبقى فيه تعويض عن استشهاد شيماء الصباغ أكيد فلوس الدنيا ما بتعوضش يعني اللي راح لا لأهلها ولا لأصدقائها ولا لكل حبيبها ولا للبلد اللي خسرت حد زي شيماء الصباغ وغيرها كتير الحياة لكن فكرة إنه يبقى فيه تعويض برضو دي نقطة مضيئة نتمنى إنها تستمر وما يتمش تخفيض الطعويض ده زي ما حصل مع خالد سعيد نشوف الخبر التالت وهو عن القروض مصر بترجع تاني لموضوع القروض لو تفتكر معايا كان فيه قرار طلع من شهر تقريبا وتكلمنا عنه هنا إن إحنا جماعة ما فيش قروض تاني خلاص إحنا كفاية قروض إحنا عندنا أزم الدولار عندنا أزمة في الديون معاش فيه اقتراط خارجي إلا لبعض المشروعات وبعدين اكتشفنا إن بعض المشروعات دي داخل فيها حاجة كتير قوي منها الموضوع ده العربي الجديد مصر تقترض مجددا لشراء قطارات الخط الثالث من متر الأنفاق السيسي بيصدر قرار رقم 637 لسنة 2022 بالموافقة على إنفاق اتفاق القرد التجاري المقدم من بنك الصدرات والواردات الكوري وبنك كريدي أجري كول كوريا بقيمة 64 مليون و180 ألف وتسعمائة يورو حوالي 69.5 مليون دولار الرقم ده كتير قوي يا جماعة لو ضربناه بالجنيه هيدخل في مبلغ وقدره يعني حوالي 70 يعني حوالي 2 مليار تقريبا جنيه عشان نعمل 32 قطار لمرحلتين الثالثة والربعة من خط الثالث لمتر الأنفاق احنا متكلف 2 مليار جنيه تقريبا عشان نعمل خط ثالث لمتر الأنفاق الخط الأول والخط الثاني أخبارهم ايه مين بيركبهم تذكرهم ايه المواطن بيستفيد منهم استفادة عاملة ازاي دي كلها أسئلة مهمة لازم حد يجاوب عليها لكن الحكومة اللي بتروح إنها تقتارت قروض جديدة عشان مشروعات جديدة الحقيقة دي دايرة مفرغة احنا بنلف فيها حتى البريكس اللي بعد شوية هنتناقش فيه ونشوف تصريحات الرسمية المصرية كلها بتدور في فلك القروض كلها بتقول إن احنا رايحين البريكس عشان نستلف رايحين البريكس عشان نجيب قروض زي بالضبط اللي السيسي بيعمله هنا انت بتقول إن عندك مشروعات لا تنتهي وبالتالي بتاخد عليها قروض لا تنتهي أيضا لأن انت لا عندك موارد تغطي ولا قادر تغطي المشروعات اللي قبل كده ولا عارف حتى تسدد ديون المشروعات اللي قبل كده وفي مخاوف للتخلف عن السداد زي ما تقارير اقتصادية كتير اتكلمت بعد قليل نتابع ردود الفعل على توجيه الدعوة لمصر والسعودية والامارات للانضمام لمجموعة بريكس